لم يقف حديث ترامب بتحذيره مؤخرا عن محاولة اغتيال إيرانية له وطلبه أن تمحو أمريكا إيران عن وجه الأرض عند أدراج ناشطين ومحللين بل رشحت تصريحات مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية بمفاجآت من العيار الثقيل حول وجود حملة سرية تدشنها إيران عبر المنصات بمحاولتها تقويض ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية مديرة الاستخبارات الأمريكية الوطنية ذكرت أن الحملة ظهرت في نشاط لحسابات سرية على منصات التواصل الاجتماعي تماما كما فعلت إيران في 2020 بمحاولة تقويض احتمالة إعادة انتخاب ترامب بحسب الاستخبارات الأمريكية وبين هذا وذاك سمت ما يثير التساؤل حول صحة ما يصدر من تصريحات أمريكية عن محاولات إيران وكذلك روسيا والتي أكدت استخبارات الولايات المتحدة أن موسكو هي التهديد الدائم للانتخابات الأمريكية وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون في السياق تتفاعل ورقة الانتخابات في الشرع الأمريكي أمنيا وسياسيا من حيث تقنين وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي سيما بعد أن نشر إيلون ماسك صوتا مصمما بالذكاء الاصطناعي ومزيفا ينتحل صوت كمال هاريس كذلك ما حدث مع بايدن بصوت آلي مزيف ثورة يؤكد خبراء أنها سيف ذو حدين من نواح عدة أبرزها أن واشنطن تسعى جاهدة لمنع أي محاولات عبر التكنولوجيا تصبح سلاحا في يد إيران أو روسيا من شأنه أن يحقق أجندات اللعب في مصير المتنافسين نحو البيت الأبيض اشتركوا في القناة